اشتركوا في القناة ازاي الكلام ده خلع ازاق في ناس كتيرة جدا بتشوف مثلا ان هي بتشتري منزل او بتبيع المنزل بتاعها او ان هي بتشوف نفسها في منزل غير منزلها يعني الواحد بيشوف نفسه ان هو ببيت غير بيته او شقة غير شقةته كمان ممكن يشوف نفسه ان هو بيبني منزل والمنزل ده جديد وشكله كويس وحاجة فخمة في المنام كمان في ناس بتلاقي نفسها ان هي سفرت الى بلد اخر وعاشت في منزل مختلف عن المنزل بتاعها اخواني عزائي الرؤية دي بتختلف عن كل شخص عن الاخر بالنسبة مثلا للمرأة او الرجل او الفتاة العزباء او المرأة المتزوجة كل فئة من الفئات دي بيختلف لها تفسير رؤية المنزل تفسير رؤية المنزل من الرؤى المحمودة جدا الكويسة اللي نشوفها في المنام وخاصة للنساء اخواني العزائي ايه هو اللي كويس للنساء تغيير المنزل بالنسبة للنساء سواء الفتاة مثلا رأي رؤية ان هي في منزل غير منزلها دي علامة جميلة جدا على زواجها ان شاء الله كذلك الامر اه اللي ينطبق عليه الرؤية دي رؤية المطلقة لما تشوف نفسها ان هي اه غيرت المنزل بتاعها او غيرت المطبخ بتاعها مثلا اه كمان دي ان هي تشوف نفسها ان هي بتشتري منزل جديد او اه بتسكن في منزل جديد في شقة جديدة دي علامة على تغيير الاحوال للاحسن ان شاء الله وكل مكان المنزل في المنام اه شكله كويس ورؤيته اه كويسة نعرف ان ان شاء الله الشخص هيفرح فرحة كويسة باذن الله بالتغيير اللي هي جدا يعني ممكن التغيير يكون مثلا اه شخص عنده ظروف مادية سواء الرجل مثلا او امرأة عنده مشاكل مادية اه او مشاكل في البيت اللي هو عايش فيه مع اريبه او مع والده او مع اخواته مثلا في مشاكل كمان بتبقى بسبب مواريس فطبعا الشخص اللي يشوف ان هو انتقل لمنزل اخر او بيشتري منزل او بيبني منزل دي علامة جميلة جدا على تغيير احواله وان شاء الله تغيير للافضل يعني مش تغيير بس لا تغيير للافضل ان الشخص مثلا اه عليه دين عليه مشاكل بينه وبينه بين القربه هتنتهي ان شاء الله وربما تزول كل العقبات اللي في طريق الشخص وزي ما قلنا رؤية المنزل بالنسبة للفتاة العزواء او امرأة مطلقة بيدل على الزواج ان شاء الله اه اما للشاب مثلا الشاب لما يشوف نفسه انه هو صافر دي علامة جميلة جدا ولما يشوف نفسه انه هو اه قاعد في منزل غير منزله ايضا دي علامة على تبديل احواله ممكن اه تبديل احواله من مكان اللي هو فيه ان هو هيسافر مسلا لمكان هو بيحبه سواء ان هو هيسافر عشان طلب الشغل بتاعه او هيسافر عشان خاطر اه يتعلم في مكان مختلف يكمل دراسته مسلا في ناس بتكمل دراستها برا مصر او برا الدول العربية خالص في اللي بيسافر اه اه روسيا مسلا يسافر امريكا يكمل دراسته كمان اه الراجل لو رأى نفسه انه هو بينتقل لمنزل اخر او بيشتري منزل جديد علامة على اصلاح احواله وانتهاء مشاكله وانتهاء همومه بازن الله اتمنى ان اه رؤية المنزل تكون عجبتكم والتفسير عجبكم شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة